أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوا ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إننا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طضيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله آدادا فلا تجعلوا لله آدادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا من آمن ثمرة الرزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أسواج مطهرا وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وأعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن كنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكرنا أنت وزوجك الجنة وكلا منا رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع ملاحي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهده أوف بأهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعا ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم منها لفرعون يسومون لكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم الباحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلا ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو السواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبتل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس أشربهم كنوا واشربوا من رزق الله وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بغلها وقثائها وفومها وعدسها وبصنها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون المبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقواه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض وفاقع لونها تسر الناظرين ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنها إن شاء الله لمبتدون قالوا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرب مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق قالوا فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها قالوا والله اخرجوا ما كنتم تكتمون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته نعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم فلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عهد الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى ما كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا مئتاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا مئتاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديانكم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارا تفاتوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزئوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدوس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينا ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وأسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصا خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت سيدهم والله علموا بالظالمين ولتجدنهم أحرص من الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر والفسنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عادوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين بباب نهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بطارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرا تلك أمانيهم قل هاتوا برها لكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن مظلم من منع مساجد الله أن يذكر في أسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمقرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانا بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آيا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت هواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الهدى الله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم القاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعا ولا هم ينصرون وإذ ابتنى إبراهي وربه بكلمات فمتمهم قال إني جاهلك للناس مهما قالوا من ذريتي قال يا يلالو أهل الظالمين وإذ جعل البيت مثابة للناس والنا واتخذوا من أضام إبراهيم أبو صلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركر السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا منها ورزق أهله من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعلا من كفر فنتمه ضليبا لهم أغفضوه إلى عذاب النار وابئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وابلا تقبل منا إنك تستغيع العليم وابلا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وابلا من عسكنا وطب علينا إنك آتت ثواب رحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلموا الكتاب والحكمة ويذكيه إنك آتت العزيز الحكيم ومن يضرب عنهم من تيبراهيم إلا من سبي نفسا ولقد اصطفياه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت برب العالمين ورصى بها إبراهيم بني وياقوب يا بني يا بني يا بني إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتهم إلا ما تنصبون أم كنتم شهداء إذ حضر ياقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إليك وإليك قالوا نعبد إليك وإليه وإلى آبائك المرهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتون ولا تستنوا لما كانوا يعملون وإلى آبائك وإلى آبائك لما كانوا يعملون وإلى آباءك وإلى آباءك وإلى آباءك وإلى آباءك وإلى آباءك وإلى آباءك وَمَا نُوزِيَ الْمُسَى وَعِيْسَى وَمَا نُوزِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رُبِّهِمْ لَا نُفَرْقُ بَيْنَا حَذِرْ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِالْإِذْلِ مَا آمَتُمْ بِهِ فَغَدِ تَدَرْ وَإِنْ تَغَلَقُ فَإِنَّا هُمْ فِيشِقَاءُ فَسَدْتِكَ هُمُ اللَّهُ وَالْسَدِيعَ الْعَلِيمِ صَدْتَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَدْتَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِلُونَ قُلَّ تُحَالَ بِيُمَنَا جِلَّهِ وَهُ رَبُّنَا وَرُّكُمْ وَلَلَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَمَحْنُ لَهُ مُفْلِصُونَ أَمْ تَغُولُونَ إِنَّ الْرَنِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْأَسْتَاقَ كَانُوا هُودًا وَنَصَرًا وَمَلَا أَمْتُمْ نَعْلَمُ رَبِ اللَّهِ وَمَنْ أَغْلَهُ مِنْ مَاكَتْهَ شَهَاةً مِنْ هَدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَلَّهُ مِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ بَلْقَرَتْ لَهَا نَاكَ سَبَتْ وَلَكُلْنَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيَقُونَ السُّبْرَاءُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ مَعْضِ النَّزِيهُ الَّذِي كَالُوا عَلَيْنَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِي وَيَشْعَعُ لِلَا صُرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلْكَ جَعَلْنَا لَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَقُونُوا شُهَدَاءَ عَلَيْنَاسِ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَدِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْغَلَةِ لَسِيقُونَ عَلَيْنَا إِلَّا لِيَعْلَمَ مَنْ يَنْسَدِرُ الرَّسُولُ مِنْ مَنْ ضَرِبُ عَلَى عَلَيْنَيْهُ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَذِي نَهَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُضِيَرْ عِيمَاتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ الْأَرْبُ الرَّسُولُ وَإِنْ رَعَذَا قَلْنُوا بَعْلِكَ بِالسَّمَارِ فَأَنْ وَلِّئَنَّ كَبْلَةً تَنْذَرُ فَوَلِّرْيَا كَشَرُ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ وَحِيْتُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوَهَكُمْ شَطْرًا وَإِنَّ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَ لَعْلَمُوا أَنَّهُ الْحَبُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَنَّا يَعْمَلُونَ وَلَإِنَّ تَيْتَ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلْيَنْ يَرْيَا مَا تَبِعُ بِبْلَتَكُ وَمَا أَمْتَ بِتَابِنُهُ مَبْلَتَهُمْ وَمَا بَحْبُّهُمْ بِتَابِلٍ وَبَلَا لَتَنَعُمْ وَإِنْ تَبَعْتَ لَهُ عَانٌ وَمَا أَمْتَ بِالْبَعْتِ مَا جَاءَ كَلِنَا وَإِنَّ كَيْتَ الْلَمِ وَإِنَّ كَيْتَ الْلَمِ وَاللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْلَانَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ هُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِرْوَقْ بِكَ فَلَا تَكُونَ أَمْنَ الْمُمْتَلِينَ وَلِكُلِّهُ وَجْهَةٌ هُمْ وَالْلِيَا فَاسْتَبِقَ خَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَاكُمْ لِشَيْنٍ قَدِيلٍ وَمِنْ حَيْثُ خَرُجْتَ فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطَرًا مَسْجِدٍ حَرَامٍ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رُبِّكِ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ حَيْثُ خَرُجْتَ فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطَرًا مَسْجِدٍ حَرَامٍ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ بِكِ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَلِنْ حَيْثُ خَرُجْتَ فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطَرًا مَسْجِدٍ حَرَامٍ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلْهُوا عُجُوبَكُمْ شَطَرًا لِأَلَّهَ يَكُونَ لِنَّاسِ عَلَيْهُمْ هُمْ يَطْرِلَّ الَّذِينَ ضَلَقُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنِي وَلِيُتِنَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَّكُمْ تَعْتَبُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ وَتَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُبْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابق وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ لَلَا أَمْوَاتٌ بَلْ لَحِيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُغَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَقْصِيٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِلِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ وَقَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَا ثُمَّ رَبِّهِمْ وَرُحْمَةٌ وَأُولَئِكَ أُمُّ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَى وَالْمَرَّةَ مِنْ شَعَارِ لِلَا فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَيَتَمَرَ فَلَاجْنَا حَالِهِ إِلْيَا الطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَا تَطَوَّعُ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِي لَيَكْتُمُوا لَمَازَعْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْمُدَابِ وَالبَعْدِ مَا بَيَنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُوا اللَّهِ أُولَئِكَ لَنُومُ وَالْمُلْهُمُ لَعِنُونَ إِنَّ الَّذِي لَتَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّمُونَ فَأَوْلَئِكَ تَطَوْو عَلِيْهِمْ وَلَتَّبُوا عَبُرَّهِمْ إِنَّ الَّذِي لَكَفَنُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ أولئك عليهم نعمة الله والملائكة والناس أجمعين قال دين فيها لا يخففهم والعذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلف السماوات والأرض واختلاف الليل والنار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما زل الله من السماء لما ينفع أحيى به فأحيى به العوض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح واستحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعظمون ومن الناس من يتخذ من دون الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تغروا الذين اتبعوا من الذي اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت به غر الأسباب وقال الذين اتبعوا وأن لنا كرة فنتغراء منهم كما تغرروا منا كذلك يريغ الله أعمالهم حساط عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوا من ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يغمركم بالسر والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما نسل الله قالوا قالوا بل اتبعوا ما هدف إذا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذين كمثل الذي ينعق بما لا يسمع لله إلا لدعاء وردان صممكم هم عم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آموا وكروا من طيبات ما رزقناكم واشكروا إلا إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة ودنا لحم القنزين وما أغذي الأبي لغير إلا فمن اضطر غير ماغ ولا عاد فلا يسمع عليه إن الله رفور رحيم إن الذين يكتبون ما نسل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا هؤلاء كما يأكلون في بطولهم إلا النار ولا يكذرهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم هذاهم أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما يصفرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شطاق بعيد ليس البروانة والأوجوة قبل المشرق والمضرب ولكن المرضى الآن بالله واليوم الأخير والملائكة والكتاب والنبي وآت النار على الحبي ذوي المرضى واليتام والمساكين وبن السبيل والسائل وفي الإطلاب والقام الصلاة وات الزكاة والبوثون بأهدهم بداعاهدون والصابرين في البساء والضراء وحين البأس أولئك الذي صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمنع في أداء من أخي شيء فاتبعهم بالمعروف وأهو أداء إليه بإحسان ذلك تخفيكم من ربكم ورحمة فمن اعتداء بعد ذلك فلغوا على ظن أليم ولكم في القصاص حياة أيام وإلى الباب ولكم في القصاص حياة أيام وإلى الباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضا حدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين للمعروف حضا على المتقين فمن بدله بعدما سمعا فإنما إثنه على الذين يبدلون إن الله سميع علي فمن قضر الموصي الجنف لو إثنا فنصلح بينهم فمارثنا عليه إن الله رفو رحيم وإلى الباب يا الله أيها الذين آمنوا وكتب عليكم الصيام كما كتبا الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام الأخر وعلى الذين يطيقوا له فدية طعم مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير وأن تصوم خير لكم وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلموا شهر ورطان الذي ينزل فيه القرآن ودر الناس ودينة من الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهرة وأن يصم وما كان يطنوا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدى ولتكبروا الله على ما أداكم ولا عدلكم تشتور وإذا سألك عبادي عني عني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة قريب وإذا سألك عبادي عني فبينا وإذا سألك عبادي عني لعلمهم اليوم شهرون أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم هم لباس لكم ونأتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانوا أنفسكم فتاب عليكم وعفى عملكم فلا نباشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشروا حتى يتبين لكم الخيط الأديض من الخيط الأسود للفعل لهم أتم الصيام إلى الغير ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يغين الله وآياته للناس لعنهم يتبون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكاة لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالعثم وأمواتم تعلمون يسألوا لك عن الله الله قل هي مواقيت للناس والحك وليس البرو بها تأتوا الهيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقتوا الهيوت من أبوابها واتقوا الله ونعلقا تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة وشد من القاتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فاغتلوهم كذلك جساء الكافرين فإن آتوا فإن الله بصر رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ولا يكون الدين لله فإن آتوا فلا أمدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن يعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا ترغوا بأيديكم إلى التهلق وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحق والعمرة لله فإن أحسرتوا فما استيسر من الهادي ولا تحلقوا روسكم حتى إلا والأدي محلا فما كان منكم ليضنوا به أذن من رأسه ففديتهم من صيام أو صدقة أو نسوك فإذا أملتم فلا تمتع من عمرة للحق فما استيسر من الهادي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحق وسبعة إذا رجعتم تلك شرط كاملا ذلك لمن لم يكن أنهو حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العظام الحق والشهر المعلومات فمن فرض فيهم الحق فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحق وما تفعلوا من الخير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وابتقوا لي يا أولي الألباب ليس عليكم جلاح ما تبجه فضلا مربكم فإذا فرزتم من عرفات تذكروا وعلى المشعر الحرام واذكروا كما أتاكم ويكونتم من قبلين من الضالين ثم وافضوا من حيث وفاظوا الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا فضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وانتظوا الله فيه لي لي لهم مع جهدات فمن تعجل في اليوم فلا إسماعيه وما اكتغى فلا إسماعيه وإذا اكتغى واتقوا الله واعلموا أنكم ليتوا شغوا ومن الناس من يعجبك فضل في الحياة الدنيا ويشمد الله على ذي قلبي وهو أنت القصار وإذا اتمنى سنفر رو يبسه فيها ويهلك الحرث والمسل والله لا يحب الفساد وإذا قلنا وإذا اكتغنا فخلصوا العزة بالنف فحسبه جنة وللنفس النار ومن الناس من يشي نفس مرتبار ومن النار والله أخوصهم بالعباد والله أخوصهم بالعباد يا أيها الذين آمنوا القلوب السلم كافا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فلينزلتم من بعد نجات فقلوا البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيه الله هل ينظرون إلا أن يأتيه الله في ظلم النار والمالكة وقضي الأرض وإلى الله تفتع الأرض سلبني إسراء لكن ما أتيناه من منا احترم بنينا ومن يبذل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شكيد العقاب زين للذين يكفر الحياة الدنيا والإسخرون إلى الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوما قياما والله يغزق من يشاء بغير حساب كأننا سنة واحدة فبعت الله النبي للمبشرين الموذلين وأنزل العبور كتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه من الذين اتقوا من أعباد ما جاءت فهم البينات ضغيا بينهم فأذر الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق والله يغزق من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخل جنة على ما يدكم مثل الذي أخير وبيكم أسهدهم المنساء والضراء واسبتهم حتى يكون الرسول الذين آمنوا معه متى نصروا ألا هائلن نصروا القريب اسألوا لكم ماذا ينفقون وما تفعلوا من خير فالوالدين والنظام والتام والمساكين وما تفعلوا من خير فإن الله عليه عليم كتب عليكم القتال وهو كبه لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شرور لكم والله أعلم وأنتم لا تعلمون يسألوا لك عن الشهر الحرام اقتال فيه قلوا اقتال فيه كبير وصدرنا من سبيل الله وقفهم بالكبير والمسجد الحرام ويخرج أهره منه أكبر من الله ولفتنة أكبر من القتل ولا يسألون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمتوى وكافر فيمتوى وكافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحابهم مارهم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين يرجون رحمة الله الله وهو وهو الظهر الوحيد يسألونك عن القلب والبيت والفيما إثمه كبير ومنافع الناس وإثمه ما أكبر ويسألونك ماذا ينفقون قل عرفوا كذلك يبين وظلم لكم الآيات العلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إسلاح لهم خير وإن تقابطوهم في إخوانكم والله يعلم المصل من المصلح ولو جاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكعوا المشركات حتى يؤمن ولا أتم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتهم ولا تنكعوا المشركات حتى يؤمنوا ولعبتهم يؤمنوا خير من مشركة ولو أعجبتهم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوني الجنة المغفرة بإني ويغين آياتهم ويغين آياته للناس لعلهم من تلك ويسألونك عن المحيط قلوا الهواء فاحتجلوا النساء في المحيط ولا تقربوهم ولا تقربوهم حتى يؤمنوا فإذا تقهرم فاتجرهم من حيث أمر إن الله يحب السواب لا يحب المتفهرين نساركم حق لكم فاتجروا حظكم أننا شئتم وفذبوا لأنفسكم واتقربوهم واتقربوهم وأنكم ملاقوه وبشرهم منهم ولا تجعلوا الله عضة لأيمانكم لا تقربو وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سبيعا علي لا يؤخذكم الله من لغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم مما كسبت قلوبكم والله بطول حليم للذين يؤلون من رسالهم تربصوا ربعت الشرور فإن فاروا فإن الله رفض الرحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سبيعا عليم والمطلقات يتغفصن بأنفس إن ثلاثة ولا يحل لهم إيكتم لما خلق الله في أرحامهم إنكم لهم يؤمن بالله واليوم الآخر وقعونته وقعونته لهم حق برده إن في ذلك إن أردوا إصلاحا لهم لهم مثل الذي عليهم بالمعروف والرجال عليهم برده لهم والطلاق والرزا حدود الله فلا جلاح علينا فيما اشترت منه إن حدود الله فلا تعتدوا ومن يتعند حدود الله فأولئك هم ضارمون يطلق فلا تحل له من بعد حتى تركح توجا غيرا فيما طلق فلا جلاح عليه ما لي يتراجعا إن ظن أيها حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلبت النساء لذب لهم فامسكوهم بمعروف أو سجرهم بمعروف ولا تنتقوا إن الضرر لتعتدوا ومن يفعل ذلك فخذ قبل نفسه ولا تتخذوا آيات الله أسوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعنكم به واتقوا الله وعلموا أن الله في كل شيء ملي وإذا خلقتهم لساء فبلغ ما جاءهم فلا تعقلوهم من يمكح ما سواجهم إذا تعطوا بينهم بالنحر ذلك يعطي ما كان منكم يؤمنوا بالله واليوم الأخير لا لكم أسكى لكم ورطار والله يعلم وأنكم لا تعلمون من أولادهم حول الكاملين من العادة لي يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسرتهن بالمحروف لا تكلف نفس من لا وسهلها لا تضار ها واردة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن رادا فصالا لا تراض منهما وتشعود فلا جناح عليهما وإن ردتم ما تستوضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما زيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعمل أقصر بما تعملوا بما تعملوا نظر أقصر تعملوا أقصر أقصر بما تعملوا أقصر وإن أقصر أقصر لا تعملوا أقصر وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم أعلموا أقصر وعلموا أن ضر أقصر أخو حديث وعلموا أن أرغب هكذا موسيقى موسيقى حافظوا على الصلاوات والصلاة المسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا لهم ركبانا فإذا آمنتوا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى حول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم وللمضل قاتمة بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من أبيانهم وهم منوث حبر الموت فقال لهم الله موتوث واحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فقاتلوا في سبيل الله أعلموا أن الله سبيل عليم هذا الذي يطرد الله قرضا حسنا فيضعفه له وضعفا كثيرا والله يطبط ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من عباد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال ألعسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديالنا وابنائنا فأما كتب عليهم القتال وتوله إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك من ولم يؤت سعة من المال قال إن الله أصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من شاء والله آسل عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما تركانه سوالها ولتحمله الملائكة إن في ذلك لا يتبلك إن في ذلك لا يتبلك من قواتهم مني فلما فصل طالو اقبل جمود طال قال إن الله مبتلك منه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترب غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزهم والذين آمنوا معا قالوا لا قاقتنا اليوم بجالوتا جنودا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم ينفئتها قليلة وربت فئتها كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برسوا نجال وترجلوا به قالوا قالوا ربنا افرض علينا صبرا وذبت أقدامنا وانصرنا على الضوم الكافرين فأزموهم بإذن الله وقتل داود جانود وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله مدو فضل على العالمين تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم لا بعض منهم ناكل والله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وهيدناه بروح القدس ولو شاء الله اغتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم اغتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا يا أيها الذين آمنوا وانفقوا مما رزقناكم من طبل أن يأتي يوم لا بيع من فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله لا هو الحي القيوم لا تاخده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما هذا الذي يشفع ينذب إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيأخوا سير السماوات والأرض ولا يؤده وحفظه ما وهو العليم العظيم لا إكرار في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطابة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوطا لا فصام لها والله سميع علي الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء المطابون يخرجون لهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إذا الذي حج إبراهيم في ربي أن أتىه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المضرب مبهيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأبات الله مئتا منها ثم بعثا قال كم لكم لبث فقال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئتا فانظل إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وهو ضل إلى حمارك ولنجعلك آية سر للناس وانظر إلى العظام كيف نمش زوات ومنك سوى لحما فلما تبين له قال قال أعلم أن مرع على كل شي قدير وإذ قال إبراهيم ربي ألي كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يضمئن قلبي قال فخذ أربا تنمي الضير فصر إليه ثم جعل على كل جبر منهم جزا مدعوهم يأتي لك سعيا وأعلم وأعلم الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أربتت سبع سنابل في كل سنبلة ينمية حبة والله يضارق إليه شاء والله واسع مليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يطلعون ما فقوم أنه ولا أدا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع آذاء والله غني الحليل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذاء كالذي ينفق مال غرئ الناس كالذي ينفق مال غرئ الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثل كمثل صفوان علي تراب فأصاب هواب فتركه صند لا يقدرون على شيء مما كسهوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أمواله وتقال مرضا ترها وتثبيت من أنفسه كمثل جنة برهوة أصاب آواب فتسلق لها ضعفين فإن لم يصب آواب فطل والله بما تعملون بصير أيرد أحدكم ألا تكون له جنة من نخيل وأعناق تجري من تحت الأنهار له فيها من كل استمرات وأصاب الكبر وله ذرية وفاء فأصاب أعصار فيه نار فأصاب أعصار فيه نار فاحترغت كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات لعن لكم تتفكروا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أنفقوا من طيبات ما كسبتون ومنا أخرجنا لكم من الأرض ولا تيهم الخبيث من وتنفقون ونستعوا بأخذه إلا إلا تغمضوا فيه وعلموا أمم الله ضليم حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم للفحشان والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الله ويأتي الحكمة من يشاء ومن يأتي الحكمة فقد موتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أولد من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تول الصدقات فن ما وإن تخفوها وتأت وإن تخفوها وتأت والفقراء فهو خير لكم ويكفر سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلينفسكم وما تنفق من خير فلينفسكم وما تنفق من خير يوف فإليكم وأنتم لا تظلموا الفقراء الذين محصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضغرا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنيا من التعفو يعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحرف وما تنفق من خير فإن الله به علي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنار سر وعنا مياه فلهم مجرور مياد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين يأكلون الرجاء لا يقومون لكن لا يقوم الذي يتخبط الشيطان من الناس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فما جاءه موعظة من ربه فأنتها فله ما سنف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ينحق الله بما يرمي الصدقات والله لا يحب هم لك فال نزيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقالوا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عياد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون يا أيها الذين لم اكتقوا الله اكتقوا الله وتروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فادروا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم ربوس أموالكم لا تطلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى بيسرا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى بيسرا وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعممون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وظل ما يظلمون أموالكم يَا أَيُّهَا دُقَرْمُونَ يَا أَيُّهَا كما علم الله فليكتب وليهذر الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيرا أو ضعيفا أو لا يستطيع أي من الله هو فلي للوليه بالعادل واستشهدوا شهدين من عجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلوا وامرأتان مما تضلون بالشهدان أما تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يهب الشهدان إذا ما دعوا ولا تستموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا لنأجله ذلكم نقصد عند الله ونقوم للشهادة وأجلانا لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاطرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تلايعتم ولا يظهر وكاتب ولا شهير وإذا تفعلوا فإنه خسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريان مقبوضا فإن من بعضكم بعضا فالود الذي ائت من أمانته وليأزق الله ربا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم ضربه والله بما تعملون عني إلا لما في السماوات وما في الأرض وإلا تمنوا ما في أنفسكم أو تغفوه حاسبكم بإله فيغفر بمي شاء ويعذب مي شاء والله على كل شيء من قدير آمن الرسول بما أعزل إليه من ربه والنمنون كل ما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمئنا وأطعنا ضفرانك ربنا وإليك المصير لا يكرف الله نفسا من الله سعلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا واخترنا ربنا ولا تحمل علينا عصر كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصدنا على القوم الكافرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر